وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمنح الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي في الدمام والخبر والظهران إجازة يوم الأحد القادم الذي يتزامن مع انعقاد وقاء عمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية وذلك تسهيلا لحركة وتنقل ضيوف القمة كما وجه سموه باتباع تعليمات مرور المنطقة حيال الطرق الرئيسة التي يسلكها ضيوف القمة والطرق البديلة للمواطنين والمقيمين في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية